اشتركوا في القناة 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 طبعاً النوار الآن صار عندك بلاش النوار خلاص أنت هنا هذي ريشة مقلوبة بعدين سرق حاول أنه سرق تبقى لازم فترة الطريقة الثانية يعني يتحرك فقط النور رسخ خلاص هذي ريشم هذي ريشة مقلوبة والريشة خجية أعطيتكم شكراً لكم وأتمنى أنه استفادته من هذا الفيديو إن شاء الله ألتقيكم بالفيديو القادم اللي هو كيف تتعامل أو كيف تتعامل مع العود والإيقاح في نفس الوقت إذن انتظروني على الفيديو القادم إن شاء الله مع السلام السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة